نهاردة مشاركة في أمسية شعرية في المجلس الأعلى للثقافة مع مجموعة من المبدعين وأتمنى أنها تكون جميلة على المطلقي هتكون الأمسية الأولى هتكون في الأمسية الأولى إن شاء الله هما النهاردة أمسيتين بيفصل بينهم فقرة غنائية مجموعة الشعراء النهاردة كلهم من وجهة نظري متحققين وعلى مصوأ علي إبداعيا أحب أن أقول لكم حاجة فجر الكون مش طيب ولا عينه نزيهة ولا طول الوقت نهار وبيضحك على ليله ويسود النور سحر المشهد طب ليه الخوف رسمك ترحال متعدي على العتمة عفر خلي الأوجاع سكر في الحلق استدعي بترتيلك موسى بتخبع هناك ليم البحر بتناجي كيان لضموه الفرقة ارجع لهارون إلجأ لأمان جسدك في إيديه هيقولوا عليك إنك خبوان بتبيع الحق في حارط جور هينشفوا حلقك حد أميس يوسف ميطق لساك مربوط عند زليخة لسا سليمان بيحلق بيك حد الهدهد مطواه سر البني قدمين ارجع يا حزين اخطف نجمة من عين الليل واركب في سفينة نوح عدي وانضم بالضلمة خيوط الفجر الفرص اللي بتتاح أمام الشعراء في بلدنا فرص قليلة وصغيرة يعني بعض أصائد بتنشر في المجلات كل حين ومين وندوات قليلة جدا فعشان كده بالمقابل أنا أي ندوة بأدعى عليها باجي على طول وبحضر وبحاول إن أنا أدعو كمان زملاء من الشعراء ومن الكتاب عشان يحضروا هذه الندوة فأنا طبعا محضر بعض القصائد اللي بتمثلني في الفترة الأخيرة دي وطبعا أنا يعني من ضمن الشعراء اللي هم غزير من ضمن الشعراء غزيري الإنتاج بكتب كتير جدا وعندي نصوص كثيرة وعدد الدوين اللي عملتها كتير لكن عدد الدوين اللي بقية لسه ما تنشرتش أكتر وأكتر فأتمنى بالفعل إن مش الندوة دي بس أتمنى أن نبقى فيه باستمرار فيه فرص جيدة لكل الشعراء عشان يضروا يتواجدوا بشكل جيد ويساهموا في الحياة الثقافية المصرية بشكل جيد جاية استفاد برضو من تجربة الأستاذ محمد فرغالي أستاذنا والحصل على جهزة أحمد فؤاد نجم وإن شاء الله يبقى يوم جميل بإذن الله مش زنت الرجال عارف ولا أنت في جمال الحور غلبان في قلبي نور وستور مليها كلام مملكش غير آلام وقلبي يسمعلك يحميك في الدنيا في الأخرة يشفعلك ويطلبك منه والهاء ضمير عائد على الله العظيم إنه يجمعنا في الأخرة وأنا برضو مش ولابد يشبه كلام الجد لكن والله طيب وعمري قلبي ما شال من حد أنا حد مش كالناس رافض أعيش من داس مش حلمي في الألماس ولا حلمي إنه اختني أنا حلمي كل وسيط أنا حلمي يوم منحني تسندني أم في بيت وتكون حلال مجانيت وأنا برضو هبقى شقيت وهكون كمان مديت مديت إيدي عليه وهكون كمان صليت أنا كل ما توضيت بدعي وأقول حبيت فاستاهل أم في بيت تسمعني لحظة بكت شاركني فيه مقتيت فيا رب هي وبس أنا قلبي بيها حس وكل لها بس حبيتها حب قلوب حب العيون هالك وأنا حب لو مرضوط حالا هقول هالك فمفناش كتير من لك أنا من تاني بحبك فقالي أنت عندك شك متعودين دايما المجلس الأعلى للثقافة بيقدم أمتيات شعر من كل محافظات مصر شعراء كبار بنتعلم منهم أنا جاي طبعا النهاردة أشاركهم اليوم دوت وإن شاء الله أمسيا موفق أسمحوا ليقول حاجة من دواني الأول عد علي عشر سنين النهاردة جوة فصلي كل واحد عد عمره عد كفين إلا سابع وحدي عديت دمعة دمعة لحد تسعة عجزي إن الدمع ينزل ممسحوش وإن حس بكف صحبي وكف إيدي ما تلمسوش لما بحضن بين شفيفي ريشة وارسم كنت برسم إيد في وردة كل شجرة دراع وطارح بالصوابع والسحابة إيد بتشبك ألف إيد أما أمي لسه ريشة من جنحها بين شفيفي لسه بتقول إن كفي جنب قلبي زاد جماله فاختفى وإن مهما الدنيا تشتي كفي وحده دون جميع الفصل حاسس بالدفع علمت فم إنه يمطق وإنه يرسم ليه في لحظة كل صورة رسمتها لها فرعت جناحين وطارت أمي كفي والسماء على حد علمي محتاجتش في يوم لكفي والفراء دايما بيشتي مهما مزند معنى جفي نفسي نفسة شغبة طويلة رشتي عالسماء قد أشف جناح لأمي أو ألائي ملاك شفيفني ببكي بدل الدمع كفي نفسي نفسي كلك ففك وترسم ما تحربش نفسي كل فترة نعمل أمسية شعرية بتبقى فيها أصوات متعددة وأجيال متعددة ومذاقات متعددة واهتمام بالشباب على على يعني على وجه كامل بحيث يكون فيه مزج بين يعني ألوان الشعر المختلفة وأيضا الأجيال المختلفة الأمسية هذه الليلة أمسية كبيرة يعني عدد كبير من الشعراء وطبعا بنراعي فيها التمثيل الكامل لكل ما هو جيد للشعر لأن لجنة الشعر لا تفرق بين شعر عمودي وشعر تفعيلة وشعر نثر أو يعني أي نوع من ألوان الشعر بحيث أن احنا مش عايزين ناخد موقف من أي شعر لهذا السبب تعهدت لجنة الشعر دائما أن ترحب بهذه الأصوات الجديدة إلى جانب الأصوات الثابتة أو الأصوات الكبيرة يعني ويعني بنحاول أن ننشر الشعر دائما لكي يكون مذاق كل هاوي وكل عاشق لفن الشعر هذا الفن الجميل الإنساني جاي النهاردة أحضر أمساة شعرية الأمساة دي بتبطيح لنا نحن نطور من نفسنا أكتر نستفاد نلمس العيوب بتاعتنا نحاول نطور من نفسنا كويس أنا شاعر وهقول حاجة بسيطة كده ستي إهداء لستي في سنين عجاف في سنين عجاف هي الحياة وقت الجفاف هي المطر أو طوق نجاة هي الأمان من أي سوق أو ضوق طريق بطول مداه أي اتجاه لو يوم تفكر تسلكه يطرح ورود قبل الأوان تدخل مكان خطواتها بتسيب الأثر ينبوى حنان يسئل حجر في أواملين شربة حنين تسئل جميع تروي الأياد العطشانين الناس ساعتها أجمعت على إنها بسمة أمل جوه عيون الضحكين وفي ناس معارضة برضو قالت إنها صفة من صفات طيف الملاك وإن الملاك فوق في السماء سمحوني عذراً إنما كل اللي قال إن الملاك فوق في السماء كانوا الحياة غلطانين شكراً لكم